السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نستعمل الكيوورد final هذه الكلمة final final يمكن أن نضحها أمام تعريف variable أو dela أو class If a variable is declared final, it could not be modified لو وضعنا كلمة final أمام تعريف variable لن نستطيع تغيير قيمة هذه الـ variable يعني هنضع قيمة في البداية إلى الـ variable بعد ذلك لن نستطيع تغيير قيمة الـ variable If a method is declared final, it could not be overwritten in the subclass يعني لو وضعنا كلمة final أمام تعريف dela لن نستطيع تعريف dela أخرى في السبكلاس لها نفس الاسم If a class is declared final, it could not be inherited يعني لو وضعنا كلمة final أمام تعريف الكلاس لن نستطيع إنشاء كلاس ثانية تارث من الكلاس الأولى هنا مثال لإستعمال الكيوورد final عندي class test تحتوي على المين ميتود سأقوم بتعريف كلاس A إذن هذي الكلاس هتحتوي على متغير إنت A إذن هيكون public مثلا أو private وسأضع أمام كلمة final سأضع قيمة للـ A عشرة مثلا ثم سأعرف dela change void change A سأضع A تساوي 20 ما الذي هيحصر؟ الكمبيوتر هيقول لي أن فيه خطأ هنا The final field A cannot be assigned لا نستطيع أن نغير قيمة الـ A لأنها final يقترح عليكم الكمبيوتر أن تحذفوا كلمة final لو تريدوا أن تصلحوا البرنامج إذن هنا خطأ لأن الـ A final لا نستطيع أن نغير قيمة الـ A نفترض أني عرفت dela final void print final void print A وسأكتب system.out.println أطبع قيمة الـ A الآن أعرف كلاسة ثانية B تحتوي على void print A إذن أريد أن أطبع الـ A الـ B يجب أن يكون subclass للـ A إذن هنا سأضيف كلمة extens A الكمبيوتر يقول لي أن لا أستطيع أن أعرف dela عندها نفس الاسم print A اللي هي معرفة final في السوبر كلاس cannot override the final method A إذن بما أني عرفت هنا print A final لا أستطيع أن أعرف dela أخرى print A في السبكلاس إذن يجب أن أحذف هذا الآن نفترض أن هذه الكلاس A صارت final ما الذي حيحصل؟ تلاحظون أن الكمبيوتر يقول لك هنا في خطأ B cannot be subclass the final class A بما أن A final لا نستطيع أن نسوي extens لهذه الكلاس إذن هنا الثلاثة أمثلة كيف نستعمل الفاينل مع class كيف نستعمل الفاينل مع متغير وكيف نستعمل الفاينل مع ميتود تشتجد الفاينل مع البشاب